السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في الدروس تعلم لغة الإنجليزية للمبتدئين اليوم إن شاء الله سنرى كيف نكتب فقرة عن الأستاذ يعني عن مهنة المفضلة التي هي مهنة الأستاذ أو المعلم يعني كل شخص كل إنسان لديه طموح في حياته ومن بين طموحاتي في الحياة أو في حياتي بمعنى أن أصبح أستاذ أو معلم ناجح أو أستاذ أو معلم ناجح بمعنى هدافي هو أن أخرج التلاميذ يعني من الظلمات إلى النور and from ignorance to knowledge and from ignorance to knowledge ومن الجهل إلى المعرفة ignorance الجهل knowledge المعرفة and this can only be achieved وهذا سيتحقق فقط من خلال through practicing this noble profession يعني من خلال ممارسة هذه المهنة النبيلة that I am found of so much that I am found of so much بمعنى التي أنا مولع بها جدا أو مولعة بها جدا by teaching them not only how to read and write بمعنى وهذا سيكون عن طريق تعليمهم ليس فقط كيف يقرؤون ويكتبون but also ولكن كذلك بواسطة أو من خلال instilling in them good morals and values بمعنى بواسطة instilling in them يعني غرص فيهم good morals الأخلاق الحميدة and values والقيام عندما أصبح أستاذ أو أستاذ أو معلم أو معلمة I will treat my students يعني سأعامل تلامذتي أو طلابي with equal respect and interest بمعنى باحترام واهتمام متساويين يعني لن أفرق بين أحد منهم I will avoid favoritism بمعنى سأتجنب المحابات أو التحيز يعني لن أفضل أحدهما عني الآخر I will never be aggressive with them I will never be aggressive with them بمعنى لن أكون أبدا معاديا لهم يعني في حالة عصبية أو في حالة عدوانية معهم بمعنى سأكون هنا I will وهي اختصار I will بمعنى سوف I'll be as one of their parents كأحد من أبائهم or as a closest friend أو كأقرب أصدقائهم I really want to help the future generation to become good citizens I really want to help the future generation بمعنى حقا أريد أن أساعد الجيل القادم to become good citizens ليصبحوا مواطنين صالحين and inspiring them and inspiring them بمعنى ألهمهم أو أخلق فيهم a drive دافع to do well and succeed in life للعمل والمتابرة للنجاح في الحياة إذن سنتوقف هنا بإذن الله أرجو أن ينال أعجابكم هذا المقطع أتمنى إذا أعجبكم أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على الزر إعجاب شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته